قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال والناظر في الصلاة يجد أنه إذا دخل في الصلاة حاصله من الخشور والخضوع إلى الله عز وجل ما ليس في غيرها وهذا يدل على مكانته ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حسبه أمر كما جاء عند أبي داود يقول لحنا بها يا بلاد عند النساء قال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتركها حتى في حد الخوف وقال تعالى فإن خفتم فرجالا أو رهبانا وهذا يدل على مكانتها بل لمكانتها أن الله عز وجل فرضها السماء منه جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير واصفة